المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وونغ وينبين صرح أن الصين حتت الولايات المتحدة الأمريكية على اختيار سياسات مالية ونقدية مسؤولة وأشار معاد التمويل الدولي في تقرير له إلى أن الديون في جميع أنحاء العالم ارتفعت في الربيع الأول من عام 23.000 إلى ما يقارب 305 تريليون دولار في حين أن أمريكا لديها أكبر ديون وطنية وفي إشارة إلى أن أمريكا هي أكبر اقتصاد في العالم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وونغ وينبين في مؤتمر صحفي إن الوضع المالي للولايات المتحدة وخياراتها السياسية لا تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد العالمي لذا ينبغي عليها تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة وحتى وونغ متحدثا باسم الصين الولايات المتحدة على تعزيز سياسة الاقتصاد الكلي مع الاقتصادات الأخرى بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي